نفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ما ورد في تقرير منظمة إير وورز البريطانية حول مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل 86 مدنيا في اليمن في هجمات جوية بطائرات بدون طيار منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام 2017 تحت مسمى محربة القاعدة وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد بيل أوربان أن القيادة المركزية أجرت مراجعة شاملة لما أوردته المنظمة وأنه من بين المعلومات قدر أن ضربة واحدة في الرابع عشر من سبتمبر أيلول 2017 تسببت في إصابة مدنيين اثنين ونفى المتحدث باسم القيادة الأمريكية صحة باقي المعلومات الواردة في تقرير المنظمة البريطانية وقال إن معظم المعلومات لا تتوافق مع تواريخ ومواقع ضربات العسكرية الأمريكية في اليمن من جهتها علقت منظمة أوروارز على النفي الأمريكي بتغريدة على حسابها في تويتر قائلة تدعي القيادة المركزية الأمريكية أن جزءا أكبر من بياناتنا لا تتوافق مع البيانات الأمريكية وتشير أبحاثنا إلى أنه من بين واحد وأربعين حدثا محتملا تم الإبلاغ عنها من المحتمل أن يتوافق خمسة وعشرون مع البيانات الأمريكية المؤكدة وكانت منظمة أوروارز وثقت مقتل ما لا يقل عن ستة وثمانين مدنيا في اليمن خلال عمليات عسكرية نفذت معظمها بواسطة طائرات بدون طيار أمريكية منذ تولر رئيس دونالد ترامب منصبة وقالت في دراسة نشرتها صحيفة واشنطن بوست نهاية الشهر الماضي أن الهجمات الأمريكية والتي شملت عددا قليلا من العمليات البرية في اليمن كانت الأكثر في عهد ترامب منذ بدايتها في العام 2001 وبحسب دراسة فإنه منذ تولي ترامب الرئاسة نفذت القوات الأمريكية 190 عملية عسكرية في اليمن أغلبها بطائرات بدون طيار ما أسفر عن سقوط ستة وثمانين مدنيا قتلى وجرحى تحت مسمى محاربة القاعدة وإضعاف الجماعات الإرهابية ومنع استغلالها لإصراع القائم في اليمن منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر